بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلم الناس الخير سيدنا محمد حبايب القلب جي للألفين وخمسة اليوم معاكم وحبكم دوماً والداعي لكم بكل الخير مصعب ناجي القطاوي في أولى حصصنا التأسيسية الخاصة فيكم حبايب قلب القطاوي الآن يا حبايب اليوم راح تكون حصتنا هيك خفيفة لطيفة خفيفة لطيفة وكيف القطاوي بيستخدم الانيميشن حتى تصلك المعلومة وتكون أنت متخيلها ومثبتة شاء الله تعالى في ذاكرتك الدائمة وقبل ما أبلش يا أستاذي بحصصنا التأسيسية يا أستاذي هي لسه ما طلعت المناهج كيف عرفتوا أنتم المواضيع في المناهج بكل بساطة وبكل سهولة يا أستاذي بيجواب إنه إحنا تواصلنا مع مشرفين التربية والتعليم تمام وضحوا لنا شو هي المواضيع اللي راح تدخل مع جيلي الألفين وخمسة لمنهاج الثانوية العامة فالموضوع مش صعب خليك معي الآن كلياتنا يا جماعة الخير نعرف بمصطلح إشي اسمه الخلية السل الخلية اللي معناها بالإنجليزي سل في عنا نعين للخلايا اللي راح نتعامل معاها بحياتنا بالطبيعة بشكل عام يا أستاذ بيدوسية التأسيس الخاص فيك وفيك يا أستاذ جيل الألفين وخمسة الخلايا البداية النواة منسميها بالإنجليزي برو كاريو تيك سل والخلايا حقيقية النواة منسميها الإيو كاريو تيك سل كاريو تيك كلمة لاتينية تعني نواة فم شو معنات بداية نواة؟ وشو معنات حقيقية نواة؟ أستاذ هذا الحكي راح تورجينيها بالأنيميشن؟ آه أستاذ بدنا نشوف شو هذا قصة الأنيميشن طيب تمام بداية النواة يا حبيبي تحتوي على كروموسومات لا تحتوي على نواة بشكل كامل هان تحتوي على نواة حقيقية هان ما بتحتوي على نواة بس بتحتوي على المادة الوراثية اللي هي الكروموسومات بس تمام؟ إذن الفرق بين بداية النواة وحقيقية النواة إنه بداية النواة لا تحتوي على نواة حقيقية إنما تحتوي على المادة الوراثية اللي راح ندرسها بالتفصيل تمام؟ اللي موجودة جوة الكروموسومات فهاي الخلايا حنعرفها موجودة في البكتيريا طيب خلايا حقيقية النواة تحتوي على نواة حقيقية موجودة كجزء أساسي بهاي الخلية تمام؟ طيب أستاذي وين هي موجودة؟ موجودة كخلية حيوانية أو خلية نباتية تمام؟ يعني موجودة في النباتات أو الحيوانات هي موجودة كمثال عليها موجودة في البكتيريا كمثال عام إلها المعلومة الأساسية الثانية يا أستاذ لو قلت لك أعطيني الأجزاء الرئيسة خلينا ندرس أنا وياك الأجزاء الرئيسة لكل خلية إحنا قاعدين منتعامل معها كحقيقية نوة يعني اللي إحنا بدنا نهتم فيه في العلم يا أستاذ اللي هي الخلايا حقيقية النوة الأجزاء الرئيسة لكل خلية بتتعامل معها لكل خلية نتعامل معها حقيقية النواة رح يا أستاذي نجدها بكل بساطة ثلاث أجزاء رئيسة أكم جزء أساسي؟ ثلاث في عنا يا أستاذي أول جزء أساسي بدك تعرفه لكل خلية اللي هو مركز العمليات الحيوية لهاي الخلية اللي إحنا قاعدين نتعامل معها النواة اللي معناها نيوكلياس تمام؟ وهي موجودة يا أستاذي بكل خلية بتتعامل معها اتنين في عنا جزء أساسي وراحين نشوفه هيك بشكل حلو ومرتب وامتكتك بالأنيميشن إشي اسمه السيتو بلازم شو اسمه؟ السيتو بلازم حلو 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 طيب 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 روح لي على تلاتة تلاتة اللي هو الغشاء البلازمي اللي أصلا منسميه بالإنجليزي بلازمة ميمبراين بلازمة ميمبراين آه يعني ميمبراين أستاذي انت قصدك عنه الغشاء وبلازمة بلازمي؟ نعم طيب شو معنات بلازمة أستاذ؟ بلازمة يا جماعة الخير هي المكون الكيميائي لهذا الغشاء يعني أستاذ هذا الغشاء بيتركب من شغلات آه هنيجي لكل وحدة بالتفصيل وندرسها كل على حدة طيب وين هذا الحكي موجود معنا في دوسية التأسيس اللي راح تلاقيها ان شاء الله السبت القادم موزعة على كل مناطق المملكة بإذن الله تعالى الآن موجود معنا يا جماعة الخير هاي النوار وهاي السيتو بلازم وهاي الغشاء البلازمي اللي رايحين ندرسه كمان قبل ما نتعرف عليه نشوفه كيف موجود بالأنيميشن حتى يا أستاذي الصورة اللي إحنا قاعدين منحكي فيها مباشرة تنطبع بداكرتك الدائمة تخزن ليش أنا قاعد بعطيك أنيميشن حتى كل شيء موجود معاك بالذاكرة المؤقتة يرحل إلى الذاكرة الدائمة مباشرة تقدر تستدعي إن شاء الله تعالى بأي وقت وبأي فرصة تيجيك عشان تتذكرها تمام يا حبايب إذن تعد الخلية المكون الأساسي للكائنات الحية التختلف الخلية في تركيبها مكوناتها وظيفتها في عندي خلايا عصبية في عندي خلايا يا أستاذي عضلية في عندي خلايا عظمية تمام في عندي أنسجة نباتية وضحت إذن بالتركيب تختلف بالمكونات بتختلف بالوظيفة بتختلف باختلاف نوع الكائن الحي اللي إحنا قاعدين نتعامل معاه ووظيفة التي يقوم بها فتحتوي الخلايا على أجزاء كثيرة ومتعددة إذ يقوم كل من هاي الأجزاء بوظيفته للتكامل كل ياتهم بيشتغلوا مع بعض بيتآذروا مع بعض للتكامل سوية وتقوم الخلية بوظيفتها على أكمل وجه كل هذا الحكي بنعطيه بإعطاء الجسم هيكل دعامة توفير نمو تطور للكائنات الحية بشكل عام إضافة إضافة لدورها بأنه المكان اللي بتحدث فيه عمليات الأيض عمليات الأيض اللي هندرسها كموضوع معاك وفي التوجيه اللي هو زي التنفس الخلوي أو زي عملية اللي هي البناء الضوئي بأنه المكان الذي تحدث فيه عمليات الأيض لإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف الحيوية المختلفة خلينا نشوف يا أستاذ كل هاي السواليف اللي انت حكيت لي إياها الأجزاء الرئيسة لكل خلية بتتعامل معاها أو شو هي أنواع الخلايا كبدائية نوع أو كحقيقية نوع بالأنيميشن حبيب قلبي قطاوي فخليك معي يا حبيب قلبي إذن حبيبي القلب اليوم حكينا حسطنا بس راح تكون هيك تعريفية دردس اليوم الحصة القادمة امتدان من الأسبوع القادم كل يوم أحد كل يوم أحد على الساعة السابعة بإذن الله راح تنزل حصة تأسيسية لطلاب الألفين وخمسة فأنت وإنتي اللي عليكم يا جماعة الخير اتبلغ وتشير لصاحبك لزميلتك لصاحبتك لزميلك يا أستاذ حتى يعم الخير للجميع وتعم الفائدة على الجميع بإذن الله تعالى الآن خلينا نشوف هذا الفار تمام لأنه أصلا أقرب الأعضاء اللي بنجري عليها الدراسة في الأدوية دراستنا تمام القريبة من جسم الإنسان اللي هي الفئران طيب الآن هذا الفار دخلنا جواته عشان نعرف الخلية اللي جواته فوجدنا يا جماعة الخير اللي هي السيلز اللي هي الخلايا يعني هاي خلية هاي خلية هاي خلية هاي خلية وهاي خلية خلينا نوخذ إحنا خلية وحدة قلنا لهم أعطونا خلية وحدة أوبا هاي الخلية الأولى قلنا ماذا يحيط لهاي الخلية من الخارج حقولنا في عندك إشي اسمه السيل ميمبراين السيل ميمبراين اللي هي الغشاء الابلازمي قلت لهم وارجوني الغشاء الابلازمي بالله عشان نشوفه تمام فقالوا هاي السيل ميمبراين يا مصعب فشوفوا كيف رد علي الفيديو ببساطة هاي السيل ميمبراين اللي هو الذي يحيط بالخلية سواء كانت خلية نباتية أو حيوانية من الخارج اسمه السيل ميمبراين طيب تمام قلنا طيب شو الجزء الثاني؟ قالوا الجزء الثاني راح تدخل فيه اللي هو السيتوبلازم آه السيتوبلازم هو عبارة عن سائل مسبح تسبح فيه هاي العضيات اللي راح ندرسها بالحصة الجاي بالتفصيل آه يعني سائل أستاذ تسبح فيه عضيات آه هاي السيتوبلازم بشكل كامل والجزء الثالث اللي هو النواة اللي طلعنا منه المادة الوراثية اللي سميناها الـ DNA إذن ثلاث أجزاء رئيسة لكل خلية بتتعامل معاها الغشاء البلازمي بلازم أمبرين وكمان السيتوبلازم أو السيتوبلازم باللاتيني وأيضا في عنده النواة اللي هني يوقع طيب تمام تمام قلنا لهم هاي الخلية اسمها حقيقية النواة اذكر حبيب القلب قلت لك في بداية حصتنا نوعين من الخلايا في عندي خلايا حقيقية النواة وخلايا بداية النواة حقيقية النواة سميناها الـ Eucaryotic Cell وهاي الـ Procaryotic Cell الـ Eucaryotic Cell اللي هي حقيقية النواة تحتوي على نواة حقيقية هايها النواة حقيقية حوالين هاي الشبكة الـ Endoblasmية الملساء والشبكة الـ Endoblasmية الخشنة فهاي النواة الحقيقية لوجودها في هاي الخلية سميناها خلية حقيقية النواة مثال فور اكزامبل في الخلايا الحيوانية او الخلايا النباتية اللي موجودة في النباتات طيب هذا بالنسبة للخلايا الحقيقية النواة طيب ما بالك يا أستاذ بـ Procaryotic Cell اللي هي الخلايا بداية النواة بداية النواة أي أنها تحتوي على المادة الوراثية الـ Genetic Material المواد الوراثية ولا تحتوي على نواة حقيقية فعشان هيك سميناها بداية النواة يعني ما فيها نواة بشكل كامل الان حبايبي وين موجودة هاي الـ Procaryotic Cell موجودة في البكتيريا بشكل عام يا أستاذ فعشان هيك احنا منتعامل معها همّة عظيمة ان شاء الله ومعنوية عالية لجيل الـ 2005 جيل العظماء من طلابنا وطالباتنا في المملكة الأردنية الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية حبايب القلب بدنا همّة وتحدي عالٍ ان شاء الله نحو العلامة الكاملة مع حبيبكم والمحب دوما وادّاعي لكم بكل الخير مصعب ابن ناجي القطاوي لا تنسى تشترك على جروب الواتس أب حتى يصلك كل شيء جديد ان شاء الله في مادة الأحياء نحو الفولمر مثلك مثل أي طالب كان في السنوات السابقة عند القطاوي طلاب الطب وطلاب الهندسة وطلاب أي تخصص تحلم فيه ان شاء الله تعالى ربنا يوفقك ربنا يفتح عليكم جميعاً وينور بصيرتكم وما تنسوا كمان تشتركوا على جروب الأحياء مع مصعب القطاوي الخاص لجيل 2005 وكمان العام لكل طلاب المملكة وأيضاً على قناة اليوتيوب مصعب القطاوي بشوفكم إن شاء الله الحصة القادمة التأسيسية الثانية اللي راح تكون دراستها بكل تفاصيل الخلايا حقيقية أنه حتى تكون كمان دوسية التأسيس جاهزة بين إيديكم إن شاء الله تعالى بأمان الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا تنسونا من صالح الدعاء السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر